أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة الحلقات بمناسبة ورور ثمانين عام على إنشاء الجهاز المصرف الكويتي نستعرض أين بدأ أين وصل والنجاحات الكبيرة التي حققها هذا الجهاز أضاف إلى الكويت سمعة وانتشار داخلي وخارجي وعالمي اليوم أستضيف بنك الكويت الوطني هذا البنك أستسمته معروف 1852 أول بنك في الكويت والمنطقة لما تروح تبحث في إنترنت وتروح حق مصادر مصرفية عالمية كبيرة وتحط بنك الكويت الوطني يظهر لك بنك ذو إدارة مستقرة رسينة ذو استراتيجية واضحة ذو احتاطيات قوية جداً هذا البنك الذي ينتشر من الصين إلى نيويورك في جميع الغارات في 14 دولة كبيرة في كل الأسواق العالمية فيهم الذي يقدم خدمات متطورة جداً فيهم يسعدني أن أستضيف السيد ناصر المساعد الساير رئيس مجلس ترارة بنك الكويت الوطني وعبد الله هذا البنك بنك الكويت الوطني ذو السمعة الكبيرة ذو النجاحات الكبيرة وكل أزمة أتي يتخطاها شيني الخلطة بالله؟ شنو تمتازون عن بقية البنوغ العالمية مثلاً؟ أول شي أنا أشكرك على هالمقدمة ويشتعدني أن أكون معاك في هذا البرنامج الواحد لازم يقول شنو ليش البنك الوطني أنجز هالنجازات ولازم نرد على البداية التأسيس أنا في رأيي أهم شيء الأساس اللي أسسوا الآباء في وقت كان حريد جداً لأن البنك الوطني مر في مرحلة في التأسيس مستثنائية يعني في الأربعينات وبالأوائل الخمسينات ما كانت كونوا بالكويت فكان التاجر الكويت والمنطقة بالمنطقة ما كان للا بنك واحد إنجليزي في الكويت وكانوا التجار يعانون لأنه كان يتحكم في مصير شغلهم يعني يعطيهم اعتمادات يفتح لهم اعتماد ما يفتح اعتماد يزيد المصاريف وما كان عندهم أي وسيلة أخرى يعني عشان يقدرون يتعاملون فيها فتذمروا وشافوا أن هذا موعد طبيعي في تحكم اجتمعوا تفني الدليل يعني شون التجار كانوا نشيطين في ذاك الوقت اجتمعوا وقرروا أنهم تعالوا يبوا يحنا لازم نشوف لنا صرفة لازم نشوف لنا ليش إحنا ما نأسس بنك وفعلا راحوا حق الشيخ عبدالله أنا أحب أقولها غصة لأنه مهمة حق حتى الجيل الجديد يعرف شون تأسس الأساس مهم ايه مهم فراحوا في ذاك الساعة الشيخ عبدالله السالم الله يرحمه وقالوا لنا نحن نأسس بنك كويتي برأس مال كويتي طبعا الشيخ عبدالله السالم مرحب لكن كانت فيه معظلة لأن احنا كنا تحت الانتداب البريطاني والحماية البريطانية وكانت فيه قوانين تحكمنا وأحد القوانين أنه ما تقدر تفتح بنك ثاني إلا بموافقتهم وهم كانوا حاطين شرط أنه ما يصير لبنك واحد بس الشيخ عبدالله السالم الله يرحمه أصر قال تعالوا هذا بنك كويتي مو بنك أجنبي صحيح هيا فإحنا مؤسسين كويتيين برأس مال كويتي فهنا بسوي طلع مرسوم سنة 52 وتأسس البلد الوطني طبعا هنا يبين لك شطارة أولة التاجر الكويتي وثاني هنا يبين لك ما مدى إمكانيات ذاك الساعة الكويت توهى في طفرة النفط وكانت بادية النهضة الأمرانية وكانوا يبوني يشتغلون التجار وكانت هذه معظلة وحمد لله قدروا أنهم يستطيعون أول شي حطوا إدارة جيدة جدا استطاعوا أنهم يعني كان لا يكون بانك مركزي في ذاك الوقت ولا يكون شي ثاني فكانت الحوكمة من عندهم كانوا ناس صادقين كانوا ناس عندهم ممكانيات يحافظون على أموال المدعين وأموال المستخدمين يعني صاروا هم بانك مركزي بعد سبعين سنة من تأسيسه نوصل إلى مرحلة جدا متقدمة في التطور وفي الريادة وفي القيادة وفي حتى معاملاتنا العالمية يعني البوينج الوطني قطع شغط شبيل مثل ما قلت أنت في أربع قارات في جميع أنحاء العالم إدارة مستقرة مجلس إدارة مستقر ما عنده ذبذبات في تعاملاته وهذا أساس مهم جدا وله سمعة طيبة في كل العالم أخ ناصر البنق الوطني يبتدى من 1952 حتى الآن أنا أعتقد أنه التوزيعات اللي وزحها به السنيرة كبيرة تعطينا فكرة أو أرقام عن الحجم يعني خلنا أعطيك فكرة عن بداية البنق الوطني بدأ برأس مال 13 مليون ربية يعني حوالي مليون دينار وخلال هالسنين طويلة كلها طبعا قدر أن يوصل إلى مستوى مرموك يعني حتى البنوك العالمية أو البانكر مثلا مجلس البانكر صنفتنا من أحسن ألف بنك بالعالم وأحسن ضاء أضمن من خمسين بنك في العالم فهذا إنجازات رهيبة إحنا أصولنا اليوم أكثر من مئة مليار دولار حقوق المساهمين أكثر من 11 مليار دولار وزعنا من تأسس البنق 6 مليار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي بين منحة و نقدي نقدي النقدي بروحة 3 مليار دينار فكل هذا وين يروح يرد على على شريان الاقتصاد الكويتي فهذا يعني إنجاز صراحة إنجاز مهم جدا وإن شاء الله يعيننا إن شاء الله نقدر نستمر بكثير ما نقدر عبدالله شنو شنو حسة الوطن بنسوق المحلي نحن كنا فوق الأربعين في المية وهذه طبعا اليوم مع البنوق طبعا في الفترة الأخيرة زادت البنوق زادت تقريبا عندنا عشر بنوق زائد بنوق فروع البنوق خارجي فالحصة صقعمة تقل يعني هذا هذا سبب إنجاز أنا في رأيي الأساس جدا مهم الحوكمة اللي كانت من داخل المجلس الإدارة وهذا ما فيه تدبذب في الإدارة طبعا الاستقرار مهم زين أنا أكون تجربة يتحجون عنها في السوق نجاح تجربة استحواذكم على ببيان ببيان علمني عنها الاستحواذ ناجح نشوف نحن كان لنا كان فرعكم فرعكم الإسلامي لا ما عندنا نحن حاولنا طلبنا أن يكون عندنا فرع إسلامي في ذاك الوقت قبل لكن البنك المركزي عقوب مدرسها قال ما يصير يصير بنك تقليدي وإسلامي فتت تنخلط الأموال وما سمحوا لنا واللي كان عندنا اتجاه من أول أن يكون عندنا فرع أو فرع أو نسميناها نافذة اللي تسميها نعم فما سمحت ونحن نشوف أن المعاملات الإسلامية قاعدة تزيد وفي عليها طلب كثير فلما سمحت لنا الفرصة استحواذنا نحن على حوالي 60% بالمجموع كان استحواذ جدا جيد استثمار ممتاز وحوائده ممتازة واليوم من أحسن البنوك الإسلامية في المنطقة بس إدارة بروحة إدارة إدارة مستقلة بنك مستقل بس نحن نملك نملك حصة 60% فيه فهذا يدخل إرادات لنا كأس استثمار فيهم ونتعامل في بعض الأمور المالية اللي يمكن يطلبونها في معاملات إسلامية نحن نتعامل عن طريقهم في كثير البنك الوطني بالأولنا الأخيرة نجح في إصدارات وايد ونجح في زيادات رأس المال يعني هل أنتو لكم نية بل هالمال اللي تأخذونها من المساهم أو من السوق في توسيعات أخرى هالخطة كل توسيعات شو بعبداللطيف البنك الوطني دائما متجدد وطبعا إحنا ما نوقف في المكان واحد يعني لازم لازم الكويت منذ التي قلت أنت الكويت دولة صغيرة فيه تشبع مهما يصير عندك عشر بنوك زائد بنوك كثيرة ففيه تشبع إحنا لازم أن نجد بدائل ونجد استثمارات أخرى يمكن أنه بالخارج بالمنوقنا بضروعنا الخارجية وهذا يتطلب زيادة رأس المال وزيادة بس دائما إصداراتنا ونحاول أن نقلل على المساهم فإحنا نصدر سندات أو عملية يعني متكاملة لابد أن تجري بين فترة وأخرى إذن هذا التوسع الكبير في يعني في 14 دولة تقريبا أو كذا فيهم فيه أوائد كبيرة يعني شون قدرتوا أنتوا تنافسون في لندن مثل هالبنوق الكبيرة أو في باريس لا خنا أكون واضح شوف إحنا لما بدأنا بدأنا أول شيء بدأنا في نيويورك سنة 54 أظهر 84 بعدين بعدين انتقلنا إلى لما بدأنا كنا أول شيء نبي أن عملاءنا يستفيدون من أعمالهم التجارية زائد اللي نقدر نسويه في لندن وفي نيويورك وطبعا الشركات اللي اللي تشتغل بالكويت ممكن أن تتعامل مع البنوق اللي بالخارجي إحنا ما نقدر ننافس البنوق الأجنبية في مقرها يعني مثلا ما نقدر ننافس باركليز و HSBC في الريتيل بزنس اللي هو العمل التجاري اليومي لكن إحنا نقدر نساعد عملائنا ونقدر نجذب شركات الأجنبية اللي تشتغل بالكويت أو تشتغل بمنطقة يكون لهم اتصال مباشر معنا هذا هذا أول شيء ثاني شيء قبام توسعنا زاد بالمنطقة العربية وهذا هم مين نقدر نحن نتوسع أكثر تقدروا نتنافس نعم أسسنا بنك في مصر واليوم ننجح البنوق العربية في مصر واستثماراتنا قد تزيد وفي المملكة العربية السعودية وفي الأردن والبحرين ولبنان وعندنا يعني عندنا شبكة متكاملة في مناطق كثيرة بس هذول المناطق المهمة الحين عندنا مصر والمملكة العربية السعودية لأن فيها توسع وفيها شغل كثيرة فإن شاء الله يعني احنا هنستمر إذا جاتنا فرص أن نتوسع في هذه المناطق حتى في شنقهاي احنا طبعا فتحنا مكتب وبعدين سوينا بنك متكامل لأن في كثير من المقاولين والشركات الكبيرة الصينية تتعامل بالكويت ولها شغل وهمية الصين وهذه أهمية أن يكون وجودنا وفعلا لما كان أول هذول الشركات تعامل مع بنوكها بس بس لما كان عندنا بنك في شنقهاي يتعاملون معنا مباشرة وبو عبدالله مربح مربحي يعني مربح من ناحية الشغل نعم مربح لأما إحنا إحنا الربحيات هنا حتى لما نيب مقاولين هنا واشتقلون فالكون لأوائل في الناخ دائما دائما الأزمات تخلق فرص يعني فيهم والتوسع فيهم أنا ودي أتكلم عن دوركم في القزو هذا الدور العجيب اللي أنت قمتوا فيه خدمة للكويتين يعني يعني شلون شلون قدرتوا هالهجوم المفاجئ أو القزو المفاجئ أنكم تلهضون وتقومون في لندن بهالعمل الجبار اللي قمتوا فيه قبل لأقول لك أجاوبك على السؤال أنا ودي أعطيك إحنا مرينا في أربع محن أو أزمات في السبعين سنة الماضية وإنت كعظم دارة أبو عبد للطيف في سبعين وكنت معاه كان في السلمانينات أول أزمة كانت أزمة المناخ تذكر وأزمة المناخ مرينا فيها كانت فيها صعوبة جدا يعني هذه ضررت كل العالم ضررت كل البنوك بس إحنا كنا البنك الوحيد اللي كان فائض في ذاك الوقت ما أخذ دعم ما أعطونا الدعم بحكوهم ما أعطتنا أي فلسك أعطت البنوك اللي إحنا بعدين طبعا الغزو مثل ما تقول الغزو في سنة تسعين الغزو يعني البنك الرئيسي اللي بالكويت راح من حظ سن حظنا أن إحنا عندنا فرع في لندن نعم في لندن كانوا تواجد عدد من أعضاء مجلس دارة بما فيهم أنا كنا في لندن وقدرنا أن التزاماتنا اللي كانت علينا مع بنوك أجنبية ومع عملاء كنا نقدر نسددها من فرعنا اللي هناك هذه طبعا عطانا سمعة رهيبة يعني شون قدر في نفس الوقت يمكن البنك المركزي الإنجليزي لأول مرة يتساهل معنا حتى لأن إحنا كنا في وضع غير طبيعي ماكو دولة ولاكو شيء كان في فرع فتساهل جدا معنا وعطانا دعم وخلانا نشتغل مثل ما نبي ما عاول يعرقلنا وإحنا تواصلنا مع كل الشركات وكل العملاء وقدرنا أن كنا عندنا مجلس دارة دائما على طول مستقر اجتمع في لندن وكنا تواصل طبعا ما كانت عملية سهلة كانت عملية صعبة جدا بس كان عندنا أصول سيلنا بعض الأصول عشان ما نوقف شغلنا بس شون كتبتوا يطلعوا الأرقام اللي بالكويت اي الكويت احنا قدرنا طبعا كان عندنا موظفيننا اللي موجودين بالكويت وهني واحد لازم يشيد بهالعملية الصعبة قدرنا نطلع الدسكات كلها تربونها ايه هربناها من عن موظفين عندنا كان عصام بالكويت صقر وكان شيخ البحر وكانهم موظفين من سكرتاريا قدروا أردنيين يطلعون بالدسكات إلى الأردن ومن الأردن وصلوها لنا وكل المعلومات هذه وصلتنا بنجاح الحمد لله يعني ما تكون تشتقلون بدون لا بالضبط لا لا وصلت وهذا كان أقول لك عمل جبار وطبعا في نفس الوقت احنا لعبنا دور كبير في عادة الإعمار يعني احنا لما كنا في هذا عقب التحرير عقب التحرير يعني ببداية التحرير فكن اتصالنا مع شركات مولنا كل المشاريع الكبيرة الضخمة لإعادة الإعمار في نفس الوقت احنا رتبنا غرب بخمسة فاصل خمسة مليار دولار للحكومة الكويتية وهذا كلها من لندن وهذا أول قرض في هالحجم صار للمنطقة العربية هذا القرض أثناء الاحتلال نعم احنا أثناء آخر بالتحرير مع التحرير نعم عشان تمويل المشاريع الحكومية يعني اللي كانت موجودة ومولنا كل المقاولين فكان عمل يعني رهيب الآن البنو قاعدة تمر في تحولات تنقلوجية كبيرة فيهم رقمي يعني شو انتوا الحين عندكم قدرة انكم تنافسون في هذا المجال شوف والتي هذا احنا ثمان مدة طويلة نستثمر في التكنولوجيا استثمار مو شوية يعني ملايين الملايين الدين دنانير وهذا هيستمر اليوم التكنولوجيا جاية جاية حكيك واحد يعني احنا ما نقدر انت اليوم عندك تليفون هو سكرتيرك وتحول لك فلوسك تتصل في العالم يعني ما نروح البقاء ما تحتاج فهذا هذا 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 يعني التكنولوجيا الرقمية اللي شيء ضروري من الضروريات اللي احنا ما نسيناها بالعكس قاعدين نستثمر فيها واليوم انت تدري الشباب كلهم ما ما يستعملون للتكنولوجيا اليوم احفادي هم اللي يساعدوني يمكن في بعض الشغلات اللي بالانترنت فهذا امر مهم جدا وإحنا مستثمرين اموال ضخمة ضخمة في التكنولوجي وانا صراحة انا اشد الشباب اليوم ان يتجهون في مجال التعليم الى هذا الاتجاه لان انت ما في مفر اليوم البانكينج والمصارف انت تقدر تفتح حسابك عن طريق تلفونك بالبيت ما تحتاج تروح البنك فهذا عمل وفيه استمرارية يعني فيه فيه تطور مستمر ما تقرأ توقفه يعني اقبل راح يكون بنوك بدون موظفين ممكن يصير بنوك من غير فروع يعني بالبداية لا يعني فروع حصد فروع بدون موظفين بالضبط ايه تقدر من غير بالضبط ممكن يصير شديد وبدول حين فيه كثير من انت معاملاتك كلها تسويها وانت قاعد بالبيت وهذا شي يعني اياه فالتحول من شي الى شي انا برجع حق شي مهم قاعد افكر فيه يعني شو شو استردتوا عليه في تجاوز هذه الازمات هل هي الاحتياطيات الارقام شوف انا قلتك انا اقول لك هني اهم شي الادارة ادارة والمجلس الادارة والتحفظ في يعني العمل المصرفي انت سهل اذا تحاولت تبي ربح تغرض بأي طريقة ما لكن احنا دائما متحفظين من الاول حتى مثل ما قلت لك حتى ازمة المناخ كان عندنا نشرات في ذاك الوقت نحذر فيها باللي صاير يعني كان وضع مطبيعي وهذا سبب التحفظ اللي قلت لك انا اللي يأسسو الاباءنا المؤسسين علمونا على هالتحفظ ما نستعجل ما نقدر نقعد نفسفس فلوس الناس احنا في جميع المراحل مثل ما قلت لك احنا مرحلة الغزو مرحلة المناخ مرحلة الازمة المالية حتى الازمة المالية 2007-2008 ما صار عندنا انكشافات لا في القروض الباجي ولا في أوروبا ولا في أمريفا ما كان عندنا اي انكشاف وآخرها طبعا ازمة الجائحة كورونا يعني اللي احنا هم حافظنا وساندنا ساندنا للحكومة في في تخطي هالجائحة القوية وحط يعني احنا ساهمنا في صندوق البنق المركزي ب10 ملايين دينار وساهمنا مع هلال الأحمر بمليون دينار وأجلنا قروض ونزلنا الفوائد هذا جزء من نشاط الاجتماعي طبعا نا غير النشاط الاجتماعي بعد نحن النشاط الاجتماعي هم عندنا مهم جدا يعني هذا مستمر على مدى سنين هاي طبيعة الكويت هاي طبيعة الكويت يعني لما نروح حق العمل الاجتماعي مثلا احنا خلال 20 سنة بس هذه يمكن استثمرنا في 220 مليون دينار في الكويت تخصد تبرحته تبرعنا ودربنا يعني في مجال التدريب وفي مجال التنمية وفي مجال مستشفيات يعني اليوم احنا بنيننا مستشفيين للأطفال في منطقة صباح واليوم قاعدين نتفاوض مع وزارة الصحة يمكن نبني مستشفى ثالث في نفس الوقت هينشيروا شنو تخصصات كل أطفال يعني وسرطان الأطفال يعني تخصصات معينة اللي كانوا محتاجين لها تابع البعض يزاكم الله خير وهذه هذه طبيعة الفرد الكويتي والدولة الكويتية فيهم عبد الله كل ما يصير توميلات لمشارع كبيرة نشوف البنك الوطني فيهم يعني وصحيح قدرة بس هل أنتم مستمرين في هالنجاحات أو في هالستثماء توميلات الكبيرة إحنا أكبر شنو أكبر مشروع إذا مولتوا بعض دل إذا بالك والله ما عندي رقم أقول لك الصج لكن إحنا أكبر مشاريع اللي مولناها هي مشاريع اللي بالقطاع النفطي وقطاع التكرير وقطاع الكهربة قطاع البنية التحتية في بالكويت فهذه مستمرين فيها يعني إحنا أكبر ممول للحكومة في المشاريع الضخمة وهذا جزء من عملنا يعني جزء مهم جدا يعني إحنا نعتمد فيه بعض الأحيان على تدفخات المالية التي تدير للدولة على أساس تبني تسوي المشاريع فيها وإحنا مستمرين ورؤية 2035 إحنا حنكون من أوائل الناس التي سنتبني أي مشاريع حكومية في المستقبل بس تعرف أن الحكومة عندها انكماش في الصرف هذا راح يأثر عليكم يمكن يأثر يعتمد طبعا على طريقة صفح إذا كانوا يطلبون تمويل فممكن لأن الدولة ما في مشاكل هذا عاد مشكلة ثانية بس هم عندهم عندهم رؤية 2035 أن يعطون الغطاع خاص يمكن دور أكبر في التنمية عكسة هذه هالشح في هذا على القطاع المصرف إبو عبدالله في أول وقت ينقع عكسة اليوم إحنا قاعدين نشوف فيه تعافي بس طبعا طبعا إنت من يصير فيه فيه وقف في التمويل الحكومي طبعا يأثر بس ليل حين الحمد لله يعني إحنا طبعا جاء حتى كورونا أثرت علينا بس سنة هذه بيّن التعافي وطبعا ننطر إذا فيه فيه مشاريع حكومية ضخمة اللي حي ما صرفت ولا مزوا فيها فإحنا نتمنى إن شاء الله أنهم يستمرون مرتبطة في أسعار بيترول طبعا 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 اللي هي اليوم طبعا عندكم عندكم مركز أخ ناصر دراسات كبيرة وهي الدراسات تفيدنا إحنا كخطاع صحافة هل أنتو يعني لكم نية تدعمون هالدراسات لأنها هي الأساس يعني مداوم على قراءتها محليا وعالميا فيهم إحنا عندنا مركز شبير للدراسات ودائما عندنا جزء خاص التخصص في يساعدنا عشان نعرف شنو يصير بالمستقبل وشنو هيصير بالمستقبل فدائما نحط نشراتنا نشراتنا يعني فيه اتراكات عالمية له وهذا نحن مستمرين فيها ونعتقد أنه مهمة جدا للغطاع المصرفي وقطاع للرؤية اللي عندنا كمجلس إدارة وكإدارة وين نروح شنو اللي نروح له وأي جهد نستثمر فيه فكل هذه مهمة جدا وشنو اللي شون تعامل معاه لأن الإقتصاد أنت تدري يعني شي شي لشي يعني مستمر فيه كلام مؤيد عن الدين العام ابو عبدالله فيه شنو وجهت نظركم في في هالدين العام يعني في السياسة الحكومية والله شوف احنا يعني أنا في رأي الشخص يدين العام انت إذا عندك دين اليوم ما فيه مانع أنك تستدين يعني تطلب تطلب غرض وتحاول لكن أول لازم تعدل ميزانياتك وشلون مصرفك وشلون القدرة على الصرف لأن احنا عندنا مصاريف مطبيعية في الغطاع العام يعني في الحكومة دائما وهذه لازم أول نرشد المصاريف وبعدين نفكر فيه شلون نحتاج إلى زيادات المصرف الكويت دولة غنية يعني بس لازم أن عندها عندها بالميزانية وايد مثل ما تقول الشوائب مو صحيحة لازم أن تعدل وانت تدري هذه مشكلة بين السياسيين بالمجلس والحكومات والرهن العقاري الرهن العقاري يعني تروا لي هذا شيء مهم جدا وانا ما أدري ليش يعني فيه أطال عليه يعني في كل دول العالم أنت ما تبني أي واحد يبي يبني مني يقدر يرهن عقاري بالكويت هذا يساعد بدال الشاب اللي يقعد ينطر سنين عشان يأخذ قرض حكومي يقدر اليوم يستلف من البنك ويشتري إلى أرض ويرهنها بدال ما يأجر بآلاف الدنان لمدة طويلة جدا بس مرة ثانية هذا موضوع سياسي للأسف وقعد يأخذ أكثر من حاصلة شو يتررون السكة الخاص ممنوع هذا اللي يقول لك هذا لازم يتغير أنا في رأي قانون يعني هذا قانون يتغير يا إما تعطي لازم يعني ماكو بالعالم كله مثل ما تدري حتى في السعودية حتى في المملكة العربية السعودية في كل الدول أكو شيء مونا مورقج يعني هذا شيء طبيعي يعني أنت تعطي غرض لمدة ثلاثين سنة خمسة ثلاثين سنة يقدر يسددها براحته وفي نفسه ويكتير هنبيته فهذا شيء طبيعي يعني هو اليوم يأخذ قروض مني فأحسن ويروح يأجر بيت وأجر سكن بآلاف الدنانير وبالأخير ينطر يمكن ثلاثين سنة عشان يحصل له بيت بس هذا القذ رح يكون مدة طويلة مدة طويلة دائما يستعدين هذا شيء طبيعي لو كانوا يسمحون كان طبيعي وغايد يكون مطورين عقاريين يعني هم اللي يطورون لك العقار يبنون للبيت ويروح للمصارف يأخذ منهم يعني يساعد في تن عبدالله رأيك في ضمان الوداية اللي يقوم فيها البنك المركزي أو الدولة فيهم هل حان الوقت لإلقاءها أو أنه أنا مفيد والله شوف أنا في رأيي الشخصي إيه حان الوقت الضمان الوداية يعني يمكن كان لها فترة معينة وبالعكس لما تشيل يعني هو يمكن تضمن حصة معينة مثل في كل منا في أمريكا مئة ألف وشي إيه مئة ألف إنقلترها حوالي خمسة وعشرين ومئة ألف من جنيه ممكن بس بعد فترة يعني كان لها كان لها أسباب في ضمان الوداية اليوم يمكن السبب راح وفعلا في وقت معين بالكويت صار فيها ضمان وشالوا وردوا وهذا يخلي منافسة أكثر بين البنوك للمعلوماتك يعني شلون بعد منافسة يعني أنت دائما لما يكون عندك وديعة ومضمونة من ما تختار البنك ما تحتاج أنك أنت الدور أحسن بنك عشان تحط فلوتك فيها بالنهاية أخ ناصر مشكور شكرا جزيلا على المعلومات القيمة اللي قدمتها وندعو لكم بالتوفيق إن شاء الله والنجاح مشكور بو عبد الطيف وانتمنى لك نحن نتمنى للغبس بعد النجاح استمرار مشكورين جماعة شكرا جزيلا